يعني طبعا تغيرت فالحوسيون أعلنوا الحرب على إسرائيل ولكن هذا ما زال في مستوى الكلام الإعلامي والصحافي والمعنوي وإرسال هذه المسيرات والصواريخ كمان لم يعطي نتيجة النتيجة هي في اختطاف السفينتين يجب أن ننتظر بضعة أيام لنرى ماذا سيطالبون لقال الإفراج عنهم أو ماذا لن يعني يمكن أن لا يرشح شيء إلى الإعلام ولكن الرد على اليمن يعني من قبل إسرائيل في المرحلة الحاضرة مستبعد إسرائيل لديها بعض الإمكانيات البحرية يعني لديها غواصات من طراز ديلفين يعني ستة غواصات من طراز ديلفين ويقول الأمريكيون أن هناك ربما واحدة أو إثنين منهما في الخليج يمكن لإسرائيل أن تستعملهما لاستهداف اليمن أو الحسين طبعا بأهداف محددة هذه إمكانية ولكن هذه إمكانية أقل أهمية بكثير من القوات الغربية الموجودة يعني إذا كان هناك من رد عسكري سيكون الأرجح غربيا وليس إسرائيليا وإذا كان إسرائيليا سيكون يعني محصورا أو بما ذكرته يعني الإسرائيليون لا يملكون مدمرات ولا يملكون حملات طائرات ولا يملكون كروزرز يعني إمكانياتهم محصورة في الغواصات وفي القطع البحرية المتوسطة يعني هي بحرية شاطئ البحرية الإسرائيلية وليست بحرية بيب سي يعني أوشن فليت يعني إلا الغواصات فقط لذلك يعني تقنيا سيكون الموضوع متعلق بالأمريكيين يعني ولكن يعني بالعودة إلى موضوع اليمن بالذلك اليمن يمكن أن تعود من جديد لإزعاج السعودية يعني السعودية اليوم هي في هدنة مع اليمن وفتحت علاقات مع إيران وهي في حساباتها العلاقات أو إعادة العلاقات مع إيران بوسطة صينية كانت تحسبا لما يجري اليوم يعني الإيرانيون كانوا في بعض المراحل واضحين بأنه إذا استهدفت إيران يوما ما من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل سيكون الرد على القواعد الأمريكية في السعودية وفي الإمارات وغيره لذلك أرادوا يعني أرادهم والإمارات أرادوا تخفيض هذا التوتر مع إيران وأعادوا الانفتاح على إيران وأعادوا العلاقات وغيره ولكن هذا الأمر لن يحمي الأراضي العربية من توتير من قبل الحوسيين حيث إيران ستقول أنه لا دخل لها بالموضوع يعني مثلا إذا قام الحوسيون بخصف منشآت نفطية في السعودية أو منشآت للغاز في الإمارات هذا الأمر سيكون هذا لا يجب استبعاده وأكيد إيران ستقول أنه لا دخل لها في الموضوع وهذا سيجعل الأمر معقد جدا وسيكون هناك تصعيد طبعا أنا أقول أن هذه احتمالات واردة في المرحلة الحاضرة احتمالات منخفضة الاحتمال الأقوى هو استعمال ورقة السفن واختطاف المزيد من السفن لاستمرار الهدنة في هذا اشتركوا في القناة